السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبابكم في درس جديد. يعني من سلسلة تعلم لغة الانجليزية بالدريجة المغربية. اليوم غادي نتكلم لكم يعني على شجرة العائلة. يعني شجرة العائلة. قولنا انه يعني فادر. يعني الجد. جراند فادر هو الجد. والجدة هي جراند مادر. جراند مادر. اوكي. وهنا الاب ديالي مثلا هو ماي فادر. فادر. اوكي. الام هي مادر. مادر. والعم هو انكل. والعمة هي انت. اوكي. والاخ ديالي هو ماي برادر. والاخ ديالي هي ماي سيستر. سيستر. وانا يعني مي. اوكي. يعني ماي فادر ز نايم. الاسم ديال والد ديالي. يعني الوالد ديالي هو. هيك اسم الوالدي هو. مثلا كل واحد يكتب اسم ديال الوالد ديالو. مثلا ماي مادر ز نايم ايز. كم براني. كم براني. اوكي. غير مادر ز نايمي. كم براني. كم براني اوكي. هاتو كم براني. كم براني. يجب ان اوكي. ام ولا شي حاجة كنقولو مثلا الى سولك شي واحد كي يسولك سؤال بحالها كام يعني الى بغى يسولك على الاسم ديالباك ولا ديال ام ديالك ولا ديال العم ولا what what's your father's name يعني شنو اسميت الاب ديالك ولا ولا مادر ولا سيستر ولا برادر اتتر اوكي يعني هذو الدرس هذا ضروري من اللي كان هذور على العائلة ديالنا يعني هو الجد انت هي العمة انكل هو العم فادر هو الابد مادر هي الام والسيستر هي الاخت وبرادر هو الاخت يعني هذو الدرس ديال ونتلقى ان شاء الله في درسه اخر جديد